في إعدام الثلاثة مايو لفرانسيسكو ديغويا يجعلنا الرصام نشهد اللحظة التي سبقت انفجار أسلحة الجنود أعطى زعيم الفصيل الأمر بأخذ الهدف وربما الآن يصرخ نار في هذه اللحظة جمدها الفنان يرفع أحد الذين سيتم إطلق النار عليهم يديه بينما يحضق الشخص الموجود على يمينه في الفريق ويتحداهم بعينيه ولكن ما رأي من يرفع يديه؟ هل هناك كلمات في عقله؟ ويبدو أنه يسأل كيف حدث هذا؟ ولماذا يريدون قتلنا؟ أشار أحدهم أيضا إلى أن هذا الرجل هو صور لنا جميعا عندما نطلب من القدر الثانية واحدة أخرى من الحياة يجب أن يكون هناك الكثير من الضوضاء حولهم بكاء، نار، صراخ اللوحة تدور بشكل أساسي حول ما يحدث بين انفجار وآخر في لوحة فرانسيسكو ديغويا نحن في لحظة وجيزة من الوقت المتوقف ترجع قوة العمل إلى هذا إلى الحياة الموقوفة التي سيتقرر مصيرها بعد ذلك بوقت قصير نحن نعيش على حافة اللحظة الراهنة أكثر مما نعيش في اللحظة الراهنة على حافة ما سيحدث، ليس الآن، ولكن بعد ذلك بقليل نحن نعيش في اللحظة التالية فيما سيحدث وليس أبدا في اللحظة الحالية